أسلام ومرحبا بكم خلال هذا الحسة سوف نرى تطبيقات هامة كحسة أخيرة من درس الترتيب والمقارنة التطبيق الأول سوف نرى أنه عندما يكون إكس وإجراج عددين حقيقيين فإن العدد هنا ساحب القيمة المطلقة الكبرى هو العدد الذي مربعه الأكبر أعيد التفسير هنا إكس وإجراج عددين حقيقيين العدد ساحب القيمة المطلقة الكبرى يعطي أن هذا العدد مربعه هو الأكبر من جهة أخرى العدد الذي مربعه هو الأكبر يعطي أن هذا العدد قيمته المطلقة هي الكبرى مثلا هنا لدينا ناقص خمسة واثنين لدينا هنا القيمة المطلقة لناقص خمسة يساوي خمسة وهنا القيمة المطلقة لاثنين يساوي اثنين ماذا يعطي هنا؟ يعطي أن مربع ناقص خمسة يساوي مربع خمسة يساوي خمسة وعشرون أكبر من مربع اثنين وهو اثنين قوي اثنين يساوي أربع هذا من جهة هنا لدينا مربع ناقص خمسة يساوي خمسة وعشرون أكبر من مربع اثنين يساوي أربع وبالتالي يعطي أن القيمة المطلقة لناقص خمسة أكبر من القيمة المطلقة لاثنين هذا الجزء الأول من التطبيق الجزء الثاني الآن إكس وإجراج حقيقيين موجبين إذا كان إجراج هنا أكبر من إكس فيعطي أن الجذر التربيعي لإجراج أكبر من الجذر التربيعي لإكس هذا من جهة ومن جهة الثانية عندما يكون الجذر التربيعي لإجراج أكبر من الجذر التربيعي لإكس هذا يعطي إجراج أكبر من إكس مثلاً يعني هنا العدد الكبير له جذر تربيعي كبير والعدد إذا كان جذره تربيعي كبير فهو الأكبر مثال هنا 16 أكبر من 9 هذا يعطي أن الجذر التربيعي للـ 16 يساوي 4 أكبر من الجذر التربيعي للـ 9 وهو 3 هذا من جهة من جهة أخرى الجذر التربيعي 16 أكبر من جذر التربيعي 9 لأن 4 أكبر من 3 هذا يعطي أن 16 أكبر حتماً من 9 هذا هو التطبيق سوف نبين ونبرهن كل هذه المعطيات أليف كما ترون X و Y عددين حقيقيين كما قلنا هنا X و Y عددين حقيقيين سوف نبرهن هذه المعطيات قيمة وطقة ل Y أكبر أو يساوي القيمة وطقة ل X يعني Y قوة 2 أكبر أو يساوي من X قوة 2 ننطلق من هذا المعطي قيمة وطقة ل Y أكبر من قيمة وطقة ل X ماذا يعني هنا القيمة وطقة ل X على القيمة وطقة ل Y أقل أو يساوي 1 هنا يجب أن نضيف أن مثلاً Y مخالفة للسفر لأن هنا سوف نضع Y في المقام وبالتالي هنا القيمة المطقة ل X على القيمة المطقة ل Y تساوي X على Y تساوي القيمة المطقة ل X على Y أقل من 1 وهناك ما هو معلوم القيمة المطقة لعدد ما أقل من 1 يعني أن هذا العدد محصور بين نقص 1 و 1 على مستقيم مدرج يعني X على Y ما بين نقص 1 و 1 هذه هي الطريقة للتخلص من القيمة المطقة يعني هنا توصلنا إلى أن X على Y محصورة ما بين هذه القيمة محصورة ما بين نقص 1 و 1 أو هذا العدد محصور بين نقص 1 و 1 سوف نفصل الآن هنا هذا الأمر إلى قسمين X على Y موجب هنا بين 0 و 1 و X على Y كحالة ثانية سالب بين نقص 1 و 0 الحالة الأولى X على Y في هذا المجال أي أكبر من 0 وأقل من 1 ماذا يعني هنا أن X على Y موجب و 1 أيضا موجب هنا وبالتالي يمكن المرور إلى المربع كما رأينا في الحيسس الفارطة هنا عددين موجبين عندما نمر إلى المربع مربع هذين العددين اتجاه المتراجح لا يتغير هذا يعني X على 2 عفوا X على Y على Y أقل من 1 وبالتالي X على 2 أقل من Y وبالتالي خلال هذه الحالة الأولى X على Y موجبين هنا عفوا X على Y موجبة أي في المجال 0 1 هنا أكبر من 0 وأقل من 1 يعطي X قوة 2 أقل من Y قوة 2 عندما يكون لدينا قيم المتخل Y أكبر من قيم المتخل X الحالة الثانية عندما يكون X على Y سالبة محصورة ما بين نقص 1 و 0 الحالة الثانية هنا نقص 1 سالبة X على Y سالبة ماذا يعني عندما نمر إلى المربع مربع هذين العددين X على Y ونقص 1 اتجاه المتراجحة سوف يتغير X قوة 2 على Y قوة 2 أقل من 1 وهذا وبالتالي X قوة 2 أقل من Y قوة 2 وبالتالي في كلا الحالتين عندما يكون هنا القيم المتخل يجراج أكبر من القيم المتخل يجراج هذا يعني أن Y قوة 2 أكبر من X قوة 2 أنهينا مع الجزء الأول من هذا التطبيق نمر إلى التطبيق الثاني عفوا إلى الجزء الثاني حيث الآن مطالبين عندما يكون X و Y عددين حقيقية موجبين Y أكبر من X يعني أن الجذر التربيع ل Y أكبر من الجذر التربيع ل X لهذا السبب قلنا أن X و Y موجبين لأننا سوف نمر إلى الجذر التربيع إذن سوف ننطلق من هذا المعطى Y أكبر من X وسوف نبرهن في الأخير أن جذر التربيع ل Y أكبر من جذر التربيع ل X ننطلق من Y أكبر من X Y أكبر من X ماذا يعني؟ يعني أن الفرق X إلى Y سال وسوف نفك إلى جذة عوامل X إلى Y X إلى Y كما رأينا خلال الحساسة الفارطة أنها تساوي جذة تربيع X إلى جذة تربيع Y في جذة تربيع X زاد جذة تربيع Y يكفي أن نقوم بعملية النشر لنحصل على هذه النتيجة ولكن ما الغاية من الكتاب على هذه الشاكلة لأننا X و Y موجبين يعطي أن جذة تربيع X زاد جذة تربيع Y موجبة وبالتالي هنا بالضرورة جد التربية إيكس إلا زد التربية جريج وإيكس إلا جريج هذان العددان لهم نفس العلام هنا بما أن إيكس و جريج موجبين يعطي أن جد التربية إيكس زد جد التربية جريج موجبة هذا يعطي أن إيكس إلا جريج وجد التربية إيكس إلا زد التربية جريج لهم نفس العلام وبالتالي بما أن هنا إيكس إلا جريج سالبة بما أن هنا Y أكبر من X هذا هو المنطلق يعني جدة تربية X إلى جدة تربية Y سالع وهذا يعني جدة تربية X أقل من جدة تربية Y وبالتالي انتلقنا من Y أكبر من X انتهينا إلى أن جدة تربية Y أكبر جدة تربية Y X مهما يكون X و Y موجبين وبالتالي انهينا مع الجزء الثاني من التطبيق ويمكن أن نلخص كل هذا في هذه الملاحظة أو هذه التذكرة وبالتالي يمكن أن نستخلص هذه القاعدة نفس الشيء ما رأينا في هذا التطبيق سوف نعيد كتابته في شكل تذكرة أو كقاعدة ليكون X و Y عددين حقيقيين القيمة المطقة ل Y أكبر من قيمة المطقة ل X يعني Y قوة 2 أكبر من X قوة 2 X و Y الآن موجبين حقيقيين موجبين Y أكبر من X يعني جدة تربية Y أكبر من جدة تربية X لمزيد الفهم نمر إلى هذا التطبيق المباشر الثاني يقول قارن العددين الحقيقيين في كل حالة من الحالات التالية أليف هنا سوف نقارن بين القيمة المطقة ل 3 إلى جدة تربية 17 والقيمة المطقة ل 3 إلى جدة تربية 19 هنا لمقارنة القيمة المطقة لهذه العددين يكفي أنه قارن بين مربعي هذين العددين إذن سوف نمر إلى مربع 3 إلى جدة تربية 17 ومربع 3 إلى جدة تربية 19 العدد الأول مربع 3 إلى جدة تربية 19 يعطي هذه النتيجة 28 إلى 6 جدة تربية 19 كما ترون يكفي أن نقوم بعملية النشر هنا لنتحصل على هذه النتيجة المربع الثاني لهذا العدد 3 إلى جدة تربية 17 كلها قوة 2 تعطي في النهاية بعد عملية النشر 26 إلى 6 جدة تربية 17 هنا يكفي أن نقارن بين هذين العددين هنا ننطلق من جدة تربية 19 أكبر من جدة تربية 17 نقوم بضرب طرفي المتراجحة بنقص 6 اتجاه المتراجح يتغير سوف نحصل على نقص 6 جدة تربية 19 أكبر من نقص 6 جدة تربية 17 هذا يعطي عندما نضيف 9 إلى طرفي المتراجحة 9 إلى عفوا عندما نضيف عدد 9 إلى العدد الصغير نقص 6 زاد جدة تربية 17 ونضيف عدد أكبر يساوي 28 اتجاه المتراجحة لا يتغير إذن الصغير العدد الصغير أضفنا له عدد صغير والعدد الكبير أضفنا له عدد أكبر هنا سوف نضيف 28 وهنا سوف نضيف 9 اتجاه المتراجحة لا يتغير وبالتالي 28 إلى 6 جدة تربية 19 أكبر من 9 إلى 6 جدة تربية 17 وبالتالي هنا هذا العدد أكبر من هذا العدد يعني هذا العدد أكبر من هذا العدد يعني مربع هذا العدد أكبر من مربع هذا العدد يعني أن هذا العدد أكبر من هذا العدد ويعني في الأخير أن القيمة المتقلة 3 إلا كما قلنا منذ حين هذا المربع أكون هذا المربع يعطي أن القيمة المتقلة الثلاثة إلى جذة تربية تسعة عشر أكبر من القيمة المتقلة الثلاثة إلى جذة تربية سبعة عشر وبالتالي أنهينا مع هذا المثال الأول نمر إلى المثال الثاني المقارنة بين هنا سبعة إلى جذة تربية خمسة قوة ثنين وخمسة إلى جذة تربية سبعة قوة ثنين هنا لمقارنة مربعي عددين يكفي أن نمر إلى هنا الجذر التربيعي لكلهما الجذر التربيعي للعدد الأول يساوي هنا بما أنه 5 أكبر من جذر التربيع 7 لأن جذر التربيع 7 هنا 7 محصورة بين 2 و 3 عفوا 7 محصورة من بين 4 و 9 وبالتالي جذر التربيع 7 محصورة بين جذر التربيع 9 وجذر التربيع 2 يعني جذر التربيع 7 محصورة بين 3 و 2 وبالتالي 5 أكبر من جذر التربيع 7 نفس الشيء هنا خمسة محصور بين اثنين وتسعة وبالتالي جد التربية خمسة محصور بين عفواً سوف أعيد خمسة محصور بين أربعة وتسعة وبالتالي جد التربية خمسة محصور بين جد التربية أربعة وجد التربية تسعة يعني محصور بين اثنين وثلاثة وبالتالي سبعة أكبر من جد التربية خمسة يعني أن هذا العدد موجب وهذا العدد وبالتالي هنا خمسة إلا جذة تربية سبعة قوة ثنين وخمسة إلا جذة تربية خمسة قوة ثنين عندما نمر إلى هنا الجذة التربية لكلاء العددين سوف نجد هنا خمسة إلا جذة تربية سبعة وهنا سوف نجده خمسة إلا جذة تربية عفوا سوف نجده سبعة إلا جذة تربية خمسة وبالتالي يكفي أن نقارن بين 5 إلى جد التربية 7 و7 إلى جد التربية 5 وبالتالي يكفي المقارنة كما قلت منذ قليل بين الجد التربية لكلاء العددين وبالتالي يكفي المقارنة بين 5 إلى جد التربية 7 و7 إلى جد التربية 5 الفرق هنا بكل بساطة خمسة إلا جد التربية سبعة إلا بين القوسين السبعة إلا جد التربية خمسة يساوي هنا نقص ثنيت زائد جد التربية خمسة إلا جد التربية سبعة هنا نلاحظ أن جد التربية سبعة أكبر من جد التربية خمسة بما أن سبعة أكبر من خمسة يعني هنا هذا الفرق جد التربية خمسة إلا جد التربية سبعة سالم ونضيف له عدد سالم نقص ثنيت يعطي عدد سالم والتالي الفرق هنا عدد سالم يعني الثاني أكبر منه الأول يعني أن هذا العدد أكبر منه العدد الأول يعني أن هنا خمسة إلا جد التربية سبعة أقل من سبعة إلا جد التربية خمسة وكلاهما عددان مجيبان كما قلنا منذ قليل وبالتالي هنا خمسة إلا جد التربية سبعة موجب أقل بدوره من سبعة إلا جد التربية خمسة وبالتالي هنا هذا العدد مربع هذا العدد أكبر من مربع هذا العدد نمر الآن إلى المقارنة جيم سوف نقارن بين هذا العدد جد التربية 18 إلى جد التربية 13 وجد التربية هنا 18 إلى جد التربية 17 هنا لمقارنة جد التربية العدد الأول وجد التربية العدد الثاني يكفي أن نمر إلى المربع مربع العدد الأول مربع العدد الثاني معين لمقارنة جد التربية هذا العدد وجد التربية هذا العدد يكفي أن نقارن بين مربع هذا العدد ومربع هذا العدد مربع هذا العدد يساوي ثمانية عشر إلى جد تربية ثلاثة عشر ومربع هذا العدد يساوي ثمانية عشر إلى جد تربية سبعة عشر وبالتالي يكفي المقارنة بين ثمانية عشر إلى جد تربية ثلاثة عشر وثمانية عشر إلى جد تربية سبعة عشر لنستخلص النتيجة النهائية هنا جيم كما قلت منذ حين يكفي المقارنة بين 18 إلى جد التربية 13 و18 إلى جد التربية 17 بما أن جد التربية 17 أكبر من جد التربية 13 بما أن 17 أكبر من 13 ماذا يعطي؟ بعد ضرب طرفي المتراجحة هنا ناقص واحد الاتجاه يتغير نتحصل على جد التربية 13 ناقص جد التربية 13 أكبر مناخ زير تربية سبعة عشر نضيف ثمانية عشر إلى كلا الطرفين الطرفين هنا الطرفين المتراجح نحصل على ثمانية عشر إلى جزء التربية ثلاثة عشر أكبر من ثمانية عشر إلى جزء التربية سبعة عشر وبالتالي هنا هذا العدد أكبر من هذا العدد يعني أن جزء التربية هذا العدد أكبر جزء التربية هذا العدد وبالتالي هنا انتهينا من هذه المقارن وهكذا أنهينا هذا الحصة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء شكراً للمتابعة